السابع من سبتمبر موعد رئاسي ضبطت الأحزاب السياسية عقاربها على ساعته تحضيرات مكتفة داخل المقرات حركة المشهد السياسي ولجان خاصة باشرت مهامها في التعبئة الشعبية أما القيادات فقد أعطت الضوء الأخضر للمجالس بفتح أبواب التشاور والتحاور لاختيار مترشحين وتحديد طبيعة البرامج التي يدخلون بها المعترك الانتخابي بعد إن شاء الله العقاد دورة المنس وطني الاستثنائية والتي هي دورة سيادية والتي هي مخولة لها قانون تبقى لقارة المؤتمر الوطني للحزب بالفصل بسألة الترشح وكيفية الترشح والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأجندة بالنسبة للحزب تتغير نوعا ما ولو أنها في نفس السعرورة لأن حزب تجمع أمل جزائر تاج يعمل على تكثيف الجهود على مستوى كل الولايات هو بدأ في عملية خاصة جدا في استكمال الهيكلة في عقد الجمعيات العامة للولايات والمرور إلى المجالس أو المكاتب الولائية بمجالسها المنتخبة في خضم المبادرات الوطنية المطروحة على الساحة السياسية تبدل أحزاب رغبة جامحة للانفتاح على أطياف أخرى حيث شرعت في الاتصالات معها نحن كذلك منخلطين في كل عمل سياسي أو كل الدعوال التي تكون من طرف الأحزاب أو المجتمع المدني وكل الأطياف نحن مفتوحين على كل المبادرات وهذه المبادرات التي سوف تناقش على مستوى المكتب الوطني للتجمع الوطني الديموخل وتأخذ قرارات في الوقت المناسب وفي الوقت المناسب إن شاء الله الاستحقاق وطني فنحن في هذا الشق في شق هذا الاستحقاق الوطني المحتاجين إلى أن نسق مع كل فواعل لإنجاح هذا الاستحقاق من حيث نسبة المشاركة من حيث لأن الاستحقاق يهم كل جزائرين مهما كانت رؤاهم في الانتخابات ومواقفهم فيها يعني في المترشحين وغيرهم عدم إفصاح الأحزاب عن هوية مترشحها لحد الآن يجعل التريث أولوية لدى مختلف الفواعل الحزبية لدراسة حال المشهد السياسي قبل اتخاذ أي قرار حول طبيعة مشاركتها في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة ترجمة نانسي قنقر